استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح اليوم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الوفد الوطني برئاسة محمد عبد السلام وعارف أزوكا وفي اللقاء عرب أمير الكويت عن تقديره للجهود التي يبذلها الوفد الوطني من أجل إنجاح المشاورات مؤكدا على ضرورة تجاوز أي صعوبات تواجه مفاوضات حرصا على تحقيق السلام في اليمن وجدد الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح التأكيد على أن دولة الكويت ستبذل كل ما في وسعها لدعم المشاورات لكي تكلل بالنجاح من جانبه جدد الوفد الوطني الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على استضافتهم للمشاورات وحرصهم على إنجاحها وأكد عضاء الوفد الوطني على ضرورة إيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام والتوافق على سلطة تنفيذية توافقية تدير شؤون البلاد من خلال مرحلة انتقالية مزمنة وتحقيق الشراكة الوطنية كما أكدوا على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ المهام والصلاحيات للمرحلة الانتقالية المزمنة بما يكفل نجاحها على مبدأ التوافق ترجمة نانسي قنقر